الشابة وزيت الزيتون والوصفة بتاعتنا النهاردة رهيبة هتحل للك مشكلتين كنت بتعاني منهم من سنين وهي التجعيد هتشلك التجعيد اللي في وجهك والسواد اللي في جسمك والاسمرار اللي في وجهك وقصار الحبوب والكلف مش بس كده دي هتشد عمدك السلوليد ولو عمدك تراهولات في الصدر أو في البطن أو في الجوانب أو في الجسم كله هتشلهالك نهائيا بتشد التراهولات بتفتح البشرة جدا بتشيل التجعيد بتشلك السوادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخواتي وحبايبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات صحرية مع ميا النهاردة بقى جايبالك مفاجأة روعة هتدعيه ان شاء الله من قلبك عليها هتحل للك كل مشاكلك هتفتح بشرتك جدا لو عندك تصبغات جلدية هتشد للك عندك التراهولات اللي في جسمك واللي في بطنك ولو عندك كرمشة أو تراهولات في البطن والصدر هتشدها لك نهائيا هتشلك التصبغات الجلدية اللي في بشرتك هتفتح بشرتك من الاعماق وهتنظف بشرتك جدا هتخلي بشرتك ديت متغيرة مية وتمانين درجة وهتتفاجئ من انتا يجع ان شاء الله هتعجبك قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش يضغطي على زر الاشراك الاحمر واتفع علي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس قمت اول حاجة بقلبي حبايب قلبي انه هنعمل وصفتين الوصفة الاولى هتكون لتفتيح البشرة وازالة التجعيد وازالة اي اصار حبوب او كلف او نمش في البشرة والاتنين مكونين من الشبه ومن ازيت الزيتون الوصفة التامية هتبقى لترهولات الصدر والبطن واي كرمشة في الجلد تمام يلا بينا على الوصفة الاولى اول حاجة حبايب قلبي الوصفة دي زي ما قلت بتفتح البشرة جدا بتشد التجعيد بتشلك الهالات الصودة تنفع لجميع البشرات والبشرة الدهنية اللي هيكون لك نصيب معايا النهاردة وهقولك بديل للزيت بتاعنا هتبقى اخد معلقة كبيرة من الدقيق او الطحين الدقيق الابيض تمام الدقيق الابيض او الطحين طبعا ده يعني حاجة روعة فيه التفتيح وازالة التصبغات الجلدية هاخد منه معلقة كبيرة الوصفة دي تنفع للمناطق الحساسة وتنفع للوجه وتنفع لتحت العينين هابدأ ان انا اخد برضو عليه معلقة من النشا او الكورن فلاور على الدقيق او الطحين بتاعي بالشكل ده كده وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده كده ادقيق مع النشا طيب لو انا ما عنديش نشا هتستبدليه برز مطحون هيديكي نفس النتائج ويمكن كمان احسن تمام هتجيبي الرز بتاعك وهتطحانيه وهتستخدميه عادي هنبدأ بقى نجيب معايا هنا مية ورد تمام وهنبدأ ان احنا نحط عليها ادي واحد اثنين تلاتة تلات معالق من مية الورد وهنبدأ ان احنا نقلبهم ودي تلات معالق مبدئيا طيب هما محتاجين مية ورد تاني فهنحط معلقة بالشكل ده كده وهنبدأ ان احنا نقلب احنا عايزينهم يعني هنحطوا برضو معلقة تانية من مية الورد بالشكل ده كده يبقى ست معالق من مية الورد انت هتخطي مية ورد على اساس ان القوام معاك يكون كريمي وسايل مع بعضه بالشكل ده كده هون مية الورد مع النشا ومع الدقيق او الطحين بتاعي لحد ما يبقى بصي قوامه عامل ازاي يبقى قوامه تقيل خالص ومتماسك بالشكل ده كده هون بالشكل ده هنقلبه مع بعض كويس قوي بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده كده لحد ما ادوني القوام اللي انت شايفاه ده بالشكل ده هبدأ ان انا اجيب معايا هبدأ اجيب معايا زيت زيتون وطبعا يفضل ان انت تجيبيه زيت زيتون بكر يعني ايه بكر يعني من العصرة الاولى هبدأ ااخد زيت الزيتون معلقة كبيرة زيت الزيتون يا بنات لا يعل عليه في التفتيح والترطيب البشرة بيرطب البشرة جدا بيفتح البشرة بس ليه طريقة معينة هقولك عليها في طريقة الاستخدام بصي قلبناهم مع بعض بالشكل ده بقى زي ما انت شايفه بالشكل ده القوام معايا تقل بالشكل ده كده تمام هبدأ بقى ان انا اجيب معايا هنا حجر الشابة ده في بنات بيقولوا الشابة خطيرة على الواجه وكانوا بيقولولي الكلام ده في الكومنتات يا بنات يا حباب قلبي الشابة غلط على البشرة اللي بتتحسس منها حتى البشرة الحساسة تقدر تستفيد من الشابة بطريقة معينة كمان الشابة حلوة جدا للتفتيح وحلوة قوي لشد الترهولات وكمان حلوة جدا لشد الجلد وممتازة للتجعيد لكن في ناس بتستخدمها بمية مخففة وبتحطها وده غلط الشابة ليها مقدار معين بيتحط مع المكونات وكمان آآ ما ينفعش تستخدميها لوحدها هبدأ اخد من الشابة بتاعتي بالشكل ده كده نص ربع معلقة بالزبط ربع معلقة من الشابة وهبدأ ان انا اخطها وادهنهم على بشرتي طبعا هتيجي بقى على بشرة نظيفة وهتبدأ تغذي من المكونات دي وهتبدأ تدهني بالشكل ده كده على وجهك كله وعلى رقابتك طيب اصحاب البشرة الدهنية هتستغني عن الزيت الزيتون وهتحط بداله جلق الالوفيرا تمام؟ او ممكن ما تحطيش زيوت خالص وتستكفي بالمكونات بتاعتك دي هتبدأ بقى تحطيها على جسمك وعلى وجهك وعلى رقابتك وعلى اديك وتحت عينيك كل الاماكن اللي فيه حسواد وفيها تجعيد هتبدأ تدعاكي المكونات بتاعتك دي وهتبدأ تسبيها لحد ما تنشف خالص يعني هتنشف معاكي في حدود من 10 دقايق ل 15 دقيقة بعد كده لو انت بشرتك مش حساسة افرقيها وشليها عن طريق الفرق لو انت بشرتك بتتحسس بلاش تحكي فيها او تفرقيها اغسليها بالمية الدافية وبعدين تنقفل المسان بالمية الساعة هنستخدم الوصفة دي مرة واحدة بس كل اسبوع هتشوفي نتائج فيها رهيبة للتفتيح استخدميها لجسمك كله وتنفع كمان للمناطق الحساسة يلا بينا حبايب قلبي نعمل بقى وصفة شد التراهلات للبطن وازالة اي تراهل في الصدر وفي الجسم كله عايز اقولك الوصفة دي ممتازة ومش هتخلي جسمك يتحسس خالص هتدهنيع على بطنك هتشدلك تراهلات البطن والصدر والساقين اي سلوليت او اي كرمشة او تراهلات في جسمك هتشدها نهائيا ودي طبعا علشان اخواتي حبايب طلبوها مني هنجيب برضو حجر الشابة وهنجيبه مطحون وهنبدأ ان احنا ناخد منه معلقة كبيرة من الشابة بالشكل ده كده الشابة كنز كنزي يا بناك لشد التراهلات رهيب وهبدأ برضو احط عليه نص معلقة كبيرة من القهوة القهوة العادية خالص تمام فتحة بقى غمقة مش مشكلة عندي دي رهيبة برضو لشد التراهلات وعن تجربة وانا دايما بنصح بالوصفة دي لشد التراهلات هبدأ بقى احط عليهم زيت زيتون وممكن هنا تستغني عن زيت الزيتون وتبدليه بكريم مرطب بس انا افضل لك انك تخطي زيت الزيتون طيب يا مايا لو انا بقى عايزة يعني عايزة اشد التراهلات وفي نفس الوقت ادوب الدهون طيب انا هقولك بقى على سر حلوة قوي قوي وطريقة حلوة قوي هتستبدلي زيت الزيتون بزيت النعناع ده هيشد عندك التراهلات وفي نفس الوقت هتبدأ ان انت تقرأي كتير في منطقة البطن فبطتك هتنزل فانت ممكن تستخدمي او ممكن تحطي زيت الزنجبيل لو مش هتقداري تجيبي زيت النعناع تمام؟ علشان لو انت حبة مع شد التراهلات كمان بطنك تبدأ انها هتنزل بس كتقلبنا المكونات دي تقداري تعملي كمية كبيرة منها وتستخدميها عادي تمام؟ وتحطيها عندك في علبة بتوض معاك من اسبوعين لتلاتة للشهر كمان تمام؟ هتبدأي تجيبي المكونات بتاعتك دي وهتبدأي تتهني بيها بطنك كويس قوي وصدرك الاماكن اللي انت عايزة تشيل منها التراهلات وهتبدأي تسبيها من ساعة لساعة ونص على قد ما تقداري تسبيها سبيها بس ما يقلش عن ساعة بعد كده هتبدأي ان انت تخسلي جسمك او الاماكن اللي انت حطة فيها المكونات دي بالمية البردة بعد كده هتبدأي تخسلي بالمية الساعة او تجيبي قطنة فيها مية تكون بردة شوية وتقفلي مسام بشرتك هتبدأي تستخدميها يوميا او يوم بعد يوم جربي هتدعيلي ان شاء الله رهيبة لشدة تراجلات وازالة الكرش لو حطينا زيت نعناع او زيت زنجبيل يارب اكون قدرت اقفتكم في الوصفة اشوفكم على خير حباب قلبي والسلام عليكم ورحمة الله